مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا لتعنيم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم 19 من امتحان نظرية السياقة سنف باء قبل ما نبدأ اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش وصلكم الجديد و اي اقتراح للقناة او اي ملاحظة خلونا تعليق ديلكم نبدأ وعلى بركاته الله اثناء السياقة وضعية السائق كتأثر على نظر جواب واحد الراحة اثناء السياقة جواب جوش انضباط السيارة على الطريق جواب ثلاثة استعمال اجهزة التحكم جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد جوش ربعة هناك يقصدون انك تكون تساق لوضعية السائق يعني الكرسي ديلك واش مزيده القدام ولا مرجعه اللور ولا ديره مزيان هنا ذاك الوضعية دي السائق كتأثر للنظر اللي قلس مزيان ماشي بحالي قلس زي القدام ماشي بحالي رجعه اللور كذلك الراحة اثناء السياقة نقلس زي القدام ماشي بحالي قلس اللور هي غد منسبة الاستعمال اجهزة التحكم كذلك اللي قلس مزيان ماشي بحالي مزيد الكوسة للقدام ماشي بحالي رده اللور يقولوا اجهزة تحكم بما في علبة الصرعات بما فيه الغاصيل بما فيه المستحة الزجاج هادو كلهم كتبوا اجهزة التحكم دك شي باش كان لدينا جواب صحيح وواحد جوج ربعة ما يجاوب لناش على ثلاثة يعني بحالة قولنا وضعية سائق كتبت صيار عالطارق يندبط صيار عالطارق رصائق ولي باستعمال مقوات دياله هي لكتنضبط صيارة للطارق دك شي باش خلينا جواب صحيح وواحد جوج ربعة اللون ديال الأضواء الجاذبية اللي كتنبه السائق لوجود عطب هو اللون الزرق جواب واحد اللون الحمر جواب جوج اللون الخضر جواب ثلاثة اللون البرتقالي جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة لهذا الألوان هادو هادو الأربعة الألوان همو اللي كي يخرجوننا في اللوحة القيادة وكل اللون عنده رمز بالنسبة لون الزرق واللون الخضر فهنو ما كيعلنه على الأضواء المشعيلة حل بذلك الزرق هادو كيعلن على ضو ديال طريق شعل وهذاك اللي يخضر كيعلن على مؤشرة التجاه ديال اليسر أو ديال ليمن أو بربعة شعلين وكذلك كيال الخضر عاو تاني الضو ديال تقابل وكيال ضو الوضع كي يكون بالخضر يعني الأضواء الزرقة والخضراء كيعلن على أضواء المشعيلة مزين بالنسبة لون الحمر كيعلن على وجود عاطب يعني كيعلنها خطر بصفة عامة غيريش على ضو الحمر خاصة نوقفه بالنسبة لون البرتقالي فهو كيزود السائق بمعلومة عامة ما هو خطر ما هو تشعي كيزود السائق بمعلومة عامة يعني بحال دب هاد البرتقالي اللي قدامنا فهذا ديال 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 زيل طنوبيلات ديال مازوت ميكيش لنا هذا هذا ديال تسخيل أولي ديال زيل نتميكا ديال كونتاكيش على هادا كتسنة تيتفا عادكا ديال ديال طنوبيل ديالك وهما كيني بزاف ديال الالوان في البرتقالي ماي غانوصل لبعض السلاسيل اللي غانختم فيهم غير هادا غانانشرحهم كاملين ان شاء الله الفحص تقني الفحص تقني السيارة عمرها اكثر من خمس سنين كيكون كل ست شور جواب واحد كل عام جواب جوش كل عامين جواب ثلاثة كل ربع سنين جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوش اي عربة وصلت للعمار ديال خمس سنين كتولي من الخمس سنين كتديل فحص تقني وكتجددها كل سنة نكشي باشكال جواب عدنا صحيح هو رقم جوش يمكن لي ندامج دابا نعم جواب واحد لا جواب جوش الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة لهذا السؤال اللي كيكون مباشر في مسلك الانديماج دير واش ندامج إياه ولا لا هذا يكون أسهل سؤال في مسلك الانديماج يكفي أنك تحلل الصرع بانت لك المرأة مرأة جانب يدي الليسر خاوية كانت ندامج بانت لك عامرة ما كانت ندامج مشي بحلل الأسئلة الأخرين اللي كنادر على زيادة الصرع أو نقص الصرع هاتك بوحده ديك شي باشكال الجواب عدنا صحيح هنا هو رقم واحد هاد دوكي رفرف نقص من الصرع نعم جواب واحد لا جواب جوش نعطيحها أسبقية لجميع مستعملية الطريق نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ربعة بالنسبة لنا هاد دوكي رفرف يعني كي رفرف كيتفاء ويشل كيتفاء ويشل فهذا الحالة لكي ينتفاء ويشل القاعدة الشنا نقوله بالليكن نعتبره حنا ما قدامش صافي كان نساوه من رأسنا شنو قدامي قدامي واحد العلامة هذيك العلامة كنتسمى طريق دو تيجاه واحد نجلي عنك أسبقية المورو العربة اللي من قول ليسر غايت سنة وكتبت دو سنتا عجوز ذاكي باش كان عندنا الجواب الثاني نعطيح أسبقية جميع مستعملية الطريق لا ما نعطيش كل شي قدر نعطيح راجينين قدر ولكن باش لكل شي إلا ذاكي باش كان الجواب جينا صحيح هو رقم ربعة وواحد بالنسبة لإلى كانت عندنا العلامة وكان عندنا الدو خدام يعني الدو خدام كيندو صفر والخضر والحمار كيني وكانت هناك البلاكة هنا في مين باش نخدم واش نخدم بالعلامة ولا غنخدم بالإشارة الضوئية هنا هنخدم بالإشارة الضوئية إلا كان الدو خدر نزيد كان الدو الحمر عن وقاف صفر كان فيك شي سريرا كان وقفو بالنسبة لإلى كان الدو كيرف رف إني أنا عتعبر وما أخدامش أنا هنخدمه العلامة ذاك شي باش كان عندنا جواب صحيحنا ورقم واحد ربعة نعطيح أسبقية اللي جي قبالتي نعم جواب واحد لا لا جواب جوج نعطيح أحق الأسبقية اللي جي من اللي من نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة نهضر على السؤال الثاني اللي سهل حنا في واحد مرتقى الطرق ما كينيش العلامة ما بنيتشي علامة وما كيش تشوير أوفقي اللي غيب يليا وشكين النوم قيف أو ما عنده لقاعدة لشك تقول إني عندما تشوير طرقي في مرتقى الطرق كنعطيح الأسبقية لليمين السؤال تاني شو قال لك نعطيح أسبقية ليجي من هذي سهلة هذي ثلاثة ديالي هذي سنجوب عليها أرا نشوف السؤال الأول نعطيح الأسبقية ليجي قبالتي ما قالوش لي أنا أنا غنضر على الليسر أو غامل ولكن كنشوف العربة اللي قدامي شعل مؤشرة تجاه ديال الليسر فهي اللي بغت تدور على الليسر والقاعدة شكين تقول أي عربة بغت تدور على الليسر فهي كشتة الأسبقية اللي قبالتها وش كل اللي قبالتها ديالي العربة يشعلموا أشياء تغيرتي تجاه ديال الليسر هو أنا يعني هي غنضر على أسبقية ذاك شي مشكلة عندنا جواب صحيح نعطيح أسبقية ليجي قبالتي احنا قلنا لا ذاك شي مشكلة الجواب صحيح كامل هو رقم جوج ثلاثة ننقص من السرعة وندوز جواب واحد ولا نوقف لبعض وقت وندوز جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج قدمنا علامة تقيف وعلامة تقيف شك تقول كنعطي الأسبقية لي اليمين واليسار ومن الواجبة لي أني نوقف ولو تكون تلك خاوية اللي برون اليسر غات توقف توقفو الروايد بربعة عند عندك الحق تكمل الطريق بالنسبة للقيف في غنوقفو واش كنوقفو عند العلامة أو كنوقفو عند الخط هنا العلامة مع مرة كتوقف عنده هاتوقف عند الخط ديال القيف هذك الخط اللي كتشوف أغلاد في خمسين سنتيمتر في العرض ديال وهذاك دي القيف يعني انت ما توقفش عند العلامة هاتوقف عند الخط نفترضو الخط ما كاينش كين العلامة ما توقفش عند العلامة غاتوقف عند حتى الرس لمنتقى الطرق يعني غاتفوت العلامة حتى توصل للرس لمنتقى الطرق عاد توقف وتشوف لي من أوليسر عاد تكستعلم وإلا كنت تلك خاوية وتندابش ذاك شي باشكال الجواب صحيح نوقف لبعض الوقت وعد ندوس الشرط المرور كيشير لي أنهم الواجب علي نضع لليمن جواب واحد نوقف جواب جوج جوا صحيفة السؤال هو رقم جوج بالنسبة للشرط المرور عنده جوج للقوائن إلا كان عاطيك بالصدر أو الضار يعني كيشوفيك بالصدر دياله بحالة بهنا كيشوفيه بالصدر دياله ومن موراه كيشوفهم بالظهر دياله يعني إلا كيشوفيك بالصدر أو بالظهر فهنا غسك توقف ما تضر لعليم لأنه لا يوجد قدم هتوقف إلا كان عاطيك بالجرم يعني كي بالجرم ممكن أنك تغير تيجات فيما بغيتي هنا عاطينا بالصدر دياله خصنا ووقفه بالنسبة لكينا واحد لمولا حادة هنا قلنا إلا كان عنا الضو يعني الضو الخضر والحمر ومع العلامة شكولي كانتطبقه كان لغيه العلامة وكان خدمه الضو إلا كان عندك الضو والشرط المرور شنو هنطبقه هنطبقه هو رقم جوج بالنسبة للعربات اللي كي خرجون من أماكن خاصة أو غابة بحالة الشكلية السيارة الزرق خرجة من غابة أو مكان خاص و اللي كي خرجون من الغابة من أماكن خاصة من موقف السيارات من محطة الوقود كي يعطون الأسباقية لجميع مستعملين الطريق عاد كتوزوه بما فيه اللي كيكونوا خرجون من طريق غير معبادة ما هي طريق غير معبادة هي اللي كتكون من تفنة أو الرملة وما عنداش إشارة طرقية يعني ما عنداش واحد العلامة ديال قيف ما عنداش قيف ما عنداش طرق دو أولوية ما عنداش إعطاء حق أسباقية ولكن مكون هذك الطريق غير من من تفنة ولا الرملة هذي كتسمة الطريق غير معبادة ما داخلاش معنا في القانون ديال ديال الطريق المعبادة بحالة الشكل اللي كواتنا الشانطة هنا في الغودرون أو الزفت نكشي بشكل الجواب الناس هنا هو رقم جوج ندوز جواب واحد نعطيه حق الأسباقية جواب جوج جواب صحيفة سؤال هو رقم جوج بجزء ما نعطيه على الأسباقية ضروري الإزعافات لأنه شعلي ذلك الإشارة الحمراء ديالهم فهنا غنعطيه أسباقية ذلك شي بشكل جواب صحيح هو رقم جوج